كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يصيرا ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما نرى أن القرآن الكريم هنا قال من يأتي منكم بالتفكير وقال من يقنت منكم بالتفكير أيضا ألا يجب أن يقول من تأتي منكم بالتأنيف وكذلك أن يقول من تقنت منكم بالتأنيف لأن الحديث هو عن نساء النبي الجواب الكلام هو لنساء النبي صلى الله عليه وآله وعلماء النحو يقولون من؟ لفظها لفظ مذكر لكن معناها يأتي مما يوافق سياق الكلام يعني أنه بإمكانك أن تذكر من؟ ثم تعقبها بفعل مفرد مذكر ثم بعد ذلك تكمل الحديث بما يناسب السياق سواء كان حديثك عن المفرد المؤنث أو المثنى أو الجمع المذكر أو الجمع المؤنث أي كان الأمر فإن من تكون دائما للمفرد المذكر فمثلا بإمكانك أن تقول من درس نجحت هنا الحديث عن المفرد المؤنث أو أن تقول من درس نجح هنا حديثك عن المثنى أو أن تقول من درس نجح أو من درس نجح وهنا الحديث عن الجمع المذكر أو المؤنث هذا في اللغة العربية كما أنه يمكنك أيضا أن تقول ابتداء وهو ما تعودنا عليه في لغتنا العربية البسيطة التي تعلمناها في المدارس من درسوا نجحوا ومن درسنا نجح ومن درست نجحت لكن غالبا لو نظرنا في آية القرآن الكريم نجد أنه مع من ابتداء يراعى لفظ المذكر المفرد أو المفرد المذكر لنأخذ أمثلة من القرآن الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هنا من يقول جاءت للمفرد المذكر مع أن الحديث هو عن الجمع وما هم بمؤمنين بدأ بالمفرد المذكر على اللفظ ثم بيّن معناه مثال آخر ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا مثال آخر ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته مثال آخر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ثان آخر ومن يأته مؤمنا قد عامل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا وأمثلة غيرها كثير فهذا أمر جار وهو الأفصح في اللغة والأكثر والأشيع أن تبدأ بمن بالمفرد المذكر ثم تبين المعنى إذا طبقنا هذا على آية سورة الأحزاب من يأتي ومن يقنط مفرد المذكر ثم بيّن المعنى ب وتعمل هذا والله تعالى أعلم قال تعالى في سورة سبأ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضراء ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون هنا قال تعالى ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون لكنه تعالى قال في سورة السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وهنا قال ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فلماذا استخدم القرآن الكريم التي مرة ومرة أخرى الذي عند ذكر عذاب النار الجواب قوله تعالى التي بها تكذبون فهنا التي بها تعود على النار فهم يكذبون بالنار بل يكذبون بوجود يوم القيامة أصلا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أما قوله تعالى الذي به تكذبون فالذي به تعود على العذاب فهؤلاء والله أعلم هم مؤمنون بالعذاب وبيوم القيامة ولكن يعتقدون أنهم لن يعذبوا فقال تعالى فيهم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون إذن عذاب النار الذي كنتم به تكذبون تعود للفئة التي كانت تكذب بالعذاب أي عذاب النار أما عذاب النار التي كنتم بها تكذبون تعود للفئة التي تكذب بالنار نفسها والله تعالى أعلم قال تعالى في سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقال في سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إذن ما هي الغاية في تقديم وتأخير مواخر في قوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر وقوله وترى الفلك مواخر فيه الجواب أولا تعرف بسيط الفلك تعني السفينة أو السفن والمواخر أصلها المخر أي شق الماء عن اليمين وعن الشمال يقال مخرة السفينة إذا جرت تشق الماء مع صوت في آية سورة النحل تقدم هذه الآية حديث عن خلق الله وعن وسائط النقل فذكر الألعام وأنها تحمل الأثقال وذكر الخيل والبغال والحميرة نركبها قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفس إن ربكم نرأ في الرحيم والخيل والبغال والحميرة لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضا فقال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هنا قدم المواخر على الجر والمجرر الذي هو فيه لأنه من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في السياق وصائط النقل أما في سورة فاطر قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحمة طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهنا السياق ليس كالسياق في سورة النحل الكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع فيه أي وما أودع الله تعالى فيه من النعم فلما كان الكلام عن البحر قدم ضمير البحر فيه على المخر فقال وترى الفلك فيه مواخر ولما كان الكلام على وسائل النقل والفلك قدم حالة الفلك مواخر فقال وترى الفلك مواخر فيه هذا والله تعالى أعلم بما جاء في كتابه شكرا لكم على حسن المتابعة لا تنسوا مشاهدة باقي الحلقات وأراكم في حلقة يوم غد بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتبروا آيات بي وليتكر أولو الألباغ اشتركوا في القناة